على رغم خفض حدة التصريحات بين تركيا وروسيا حول الوضع العسكري في محافظة إدلب السورية إلا أن أنقرة استمرت بإرسال تعزيزات ضخمة إلى نقاط المراقبة التي أقامتها في المحافظة قافلة من 150 آلية عسكرية تنقل تجهيزات وجنود عبرت الحدود التركية باتجاه إدلب بموازاة تقدم مضطرد لقوات النظام في مناطق عدة داخل إدلب إرسال هذه التعزيزات يأتي في وقت يوشك النظام على السيطرة بشكل كامل على مدينة سراقب الاستراتيجية شرق محافظة إدلب مصدر أمني تركي أكد أن ثلاثة مراقبة تركية موجودة الآن بالفعل في مناطق سيطرة النظام مشيرا إلى أنها لا تواجه مشاكل في ذلك النقاط تلك موجودة في قطاع السراقب من الشرق والشمال والجنوب لكن المصدر التركي أكد أنها قادرة على الدفاع عن نفسها في حال تعرضها لهجوم من النظام المرصد السوري قال للحدث أن نقاط المراقبة التركية لعبت دور المتفرج فقط أمام التقدم السريع للنظام ولم تفعل أي شيء لمنعه أو لحماية المدنيين وكانت أنقرة أوقفت الدوريات المشتركة مع موسكو في شمال سوريا خلال الأيام الماضية لكن المصدر الأمني أرجع ذلك إلى الظروف الجوية لا إلى هجمات النظام في إدلب الأمر الذي شكك فيه المرصد النظام صعد منذ ديسمبر الماضي بدعم روسي حملته على إدلب التي تؤوي أكثر من ثلاثة ملايين شخص نصفهم نازحون من محافظات أخرى وكانت تركيا دعت روسيا إلى التحرك لوقف هجوم النظام في إدلب بعد اندلاع مواجهات دامية هذا الأسبوع قتل فيها عشرات من عناصر النظام وفصائل المعارضة المسلحة ماهر النبواني الحدث